موسيقى بسم الله نجي لجزئية اللغات وتكمن أهمية اللغات هذه في أنك لازم تعرف بعض اللغات لأننا نتوى معتمدين على الأدوية المستوردة خارجية أكتريتها بتكون فرنسية وإيطالية وأسبانية في بعض الأدوية إنك لازم تكون هذه شنو تكون single dose شنو تكون sugar coated sugar أو إن شنو هادي شنو معناها باللغة الفرنسية والإيطالية وإحنا هادي تكون لازم مهمة أنت تكون على دراية بها في الصيدرية نجي نبدأ بالأدوية الفرنسية الكومن يعني زي شنو مثلا نجي لكلمة انغاب انغاب يعني coated نجي لكلمة بالكيول يعني film نجي لكلمة بومياد اللي هي ointment نجي لكلمة van اللي هي عشرين نجي لكلمة got يعني gottes يعني drop بالفرنسية drop بالعربي بالإنجليزي نجي لكلمة unidos بالفرنسية بالعربي تكون single dose نجي لكلمة voir يعني times قداش مرة في اليوم jour يعني day devoir يعني مرتين في اليوم twice post يعني mouth يعني الفم بالعربي نجي لyou بتكون eyes niz يعني nose oyaugh يعني ear gorsi يعني pregnance نجي لنوع تاني من الكلمات مثلا كلاغ كلاغ يعني eye wash لما جي gottes oculae او oculase oculase اللي هي air drops ايدا نجي bovable يعني drinkable يعني oral يعني في الفم نجي لكلمة nixu اللي هي infant اللي هي لو تقرهاها بي اللي بي تقول nourishing اللي هي infant بالعربي او بالإنجليزي بتكون infant يعني اطفال حديثي الولادة او الرضة نحن نقول نجي infantu بالفرنسية يعني children في عكس في اللغات من ناحية احنين ما تعرف عنا ان infant يعني حديثي الولادة يعني الرضة children يعني اللي هما في بعد العام او العامين هدو ما يعتبر children لكن في الفرنسية العكس infantu يعني children بالإنجليزية nourishing اللي هي nourishing اللي هي نيورشنت nourishing اما نجيل الإيطالية الإيطالية مثلا compresser compresser يعني tablet revisitate يعني coated release code اللي هي release وعندك كلمة مثلا chloryder أو chlorydreto اللي هي hydrochloric ونجيلي كلمة masticable اللي هي schweable نجيلي كلمة مثلا mono use اللي هي dispensable هذا بالنسبة للإيطالية أو الإيطالية نجيلي كلمات مثلا الألمانية german في كلمة مشهورة بينها اللي هي standard اللي هي hours بالإنجليزية يعني ساعات والعربي الإسبانية اللغات الإسبانية مثلا jiecomprimido اللي هي بالإنجليزي tablet أيضا نجي لكلمة kajai يعني pops وgracis يعني dragis اللي هي حبة مغطية بالسكر أما الأشهر اللي لازم أنت تكون تعرفها اللي هي التركية التركيش نجي boron boron يعني nasal damlis c يعني drops chuzalty يعني solution kable covered yum salt يعني smooth يعني soft ناعمة salim يعني release drag يعني sugar coated dose لك يعني dose الجرعة tick يعني single مفرد add tick يعني single هذه معظم الكلمات والأشهر اللي ممكن تجابلك على الأدوية المستوردة من الخارج ترجمة نانسي قنقر